السلام عليكم طالبات العزيزات ان شاء الله تكونوا بخير اليوم نشرح موضوع جديد lesson 2 unit 2 ما يخص موضوعنا اليوم express preference and making suggestion اعيد عنوان الموضوع اللي لازم تفتهمه express preference شرح التفضيل توضيح التفضيل التفضيل مالتج and او الى شق ثاني او طلب ثاني نفس الموضوع بعنوانين او شقين او صيغتين الي هو making suggestion عمل الاقتراح making suggestion express preference and making suggestion الشون رح يسوي شون يعلمنا شون نسوي اقتراح وشون نشرح عن الافضلية ما لاتنقاني شفة الضلاني شريد او شون نسوي اقتراح ماما مثل ما موضح بالكتاب مطينا هاي المجموعات بها الصورة هذي ثلاث مجموعات ارجو معتكم حفظها يعني بصورة مو بس جيدة وانما يعني مثل اسمتش درخلن هي شوية مزعجة وما بها اي اختلاف بس التو اسرح اشرح لكم ثلاث مجموعات المجموعة الاولى ايد لايك ايد لايك هذني ثلاث ادوات نسوي بيهن اقتراح او نشرح التفضيل مالتنا انا اش احب انا اش اريد هاي الثلاث ادوات اللي راح استعملن لعمل الاقتراح شبين داني اخذن بلاس 2 زائدن 2 يجي وراهن 2 حرف الجر 2 وراه 2 بلاس بايس بفعل مجرد تمام اركزول على اذن ثلاث ادوات ايد لايك ايد لايك وراها تاخد 2 طبعا بالكتاب اش كاتبين 2 اغلب البنات من راح يقرون الكتاب يعني ايش عبالهم عبالهم انه الغو ثابتة يعني كل فعل اخلي ارعفوا كل مثال لازم استعمل ماما بس 2 ثابتة هنا اي فعل مجرد اي اقتراحات تترجين نسوي الفعل متغير بس 2 ثابتة المجموع ثاني ايدرادا واي نوت لاتس ايش بي هاي تاخذ ما تاخذتو هالمرة مباشرة الفعل مجرد ونكمل جملة مالتنا اعتياد الاقتراح مالتنا هاو اباوت هاي وحدها هاو اباوت ماذا عن او كيف عن ايش تاخذها شوية مميزة وطبعا وزارة يمشالبين بيهو بالوزارة لان معرف سهلة لان مميزة دائما يجيبوها هاو اباوت تاخذ وراها فعل بين انجي تمام هسا راح نشوف امثلة للاقتراح او التعبير عن نفسنا هل تحب طبعا هو بالمناسبة هو لازم يصير لين ادات تقريبا ادات سؤال هنا هل تفضل طبعا من المجموعة الاولى المجموعة الاولى وراها فعل مجرد طبعا وهذا القول فعل مجرد هل تحب ان تفضل الذهاب إلى الساحل تمام ايدرادا ايدرادا سليب ايرلي ايدرادا من المجموعة الثانية مباشرة سليب المجرد ايرلي هاو اباوت ماذا عن هاو اباوت اجاورها مباشرة في البي اي ان جي ماما بس تركزوا مياه شوية وتنتبهوا على الفيديو كل الموضوع راح تفتهموا هاو اباوت ماذا عن زيارتك إلى او الزيارة إلى يور فريند صديقك تمام المجموعة الاولى هاو اباوت تأخذ مجموعة ودولايك تأخذ ووراها في بيس فعل مجرد المجموعة الثانية مجموعة ايدرادا وينات وليتس تأخذ مباشرة يأخذ فعل مي اي ان جي هاو اباوت هاو اباوت يأخذ فعل مي اي ان جي هاو اباوت هذا الموضوع مني نشوف كلمة انفايت حدديلي او ركزيلي على كلمة انفايت انفايت معناها ادعو انفايت ادعو ادعو زميلك او اي شخص ادعو امك او اختك او ابوك اي زميلك اي احد اهم شي انفايت عندي يعني هذا الموضوع ادعي اساوي ادعوه بهذه بطرق مثلا او يقولي اقترح الى اقترح الى احتراج الموضوع تمام يلاحظ كلمة او يقولي مباشرة يطلب من عندي ادعو اجتراح تمام افتهمتيني شون يجيش بالوزارة نشوف كلمة نشوف كلمة suggestion نشوف كلمة make suggestion هاي مباشرة نطلب من عندش انه يريد من عندش الاختراح الاختراح يشون نسوي بوحدة من هال 3 مجامع اي اداة ات تختاريها ات حرة هاي في حالة انه ما حدد لتش ما حدد لش قل لش استعملي hi let's استعملي وجو like استعملي how about اغلب الاحيان هو يحدد راح نشوف هذا المثال يقول invite to your friend ادعو زميلتش او زميلتش to go للذهاب with you to go للذهاب with you on a picnic انه يروح وياج في بيكانيك رحلة او سافرة المطلوب بين قوسين use استعمل would you like شوفوا هنا حدد لي انه ادعو زميلتي باستعمال would you like تمام زين would you like ساستعمل اعدات مالتي اللي يختارها would you like to go with with طبعا هنا نقل you صارت me عندما انت تتحاجين with me هل تفضل to go الذهاب with me on a picnic اكمل الجملة مالة احتيادة تمام تمام طبعا هنا هنا ندائما نلقي to هنا بالمطلوب بخاف ما تعرفون نجيبون الفعل المجرد ونلقى نلقى بعد to هنا نلقى نلقى كلمة to او حرف الجار to ومباشرة يجي وراء الفعل المجرد تمام مثلا هذا نفسها لو نفرض انه قال لنا مغير هاي الادات ما يريد وجولك مثلا انا قلنا let's استعمال let's شو رح يكون الحل let's بدنا الادات مثلا مثلا هنا قلني let's وراء let's اش اريد ان القاعدة شو تقول مباشرة الفعل المجرد وان الفعل المجرد ألقاه ألقاه بعد to هاي to وراءها خاف ما تعرفين الفعل يا هو تلقي بعد حرف الجر to let's go with me وكمل الجملة معلتي تمام هنا صيغة جديدة أخرى take a taxi to the airport عفوا take a taxi to the airport ناخذ مطار ناخذ تاكسي إلى المطار airport مطار تمام المطلوب make suggestion مطلوب بصورة مباشرة اعمل اقتراح شونا انا رح اعمل اقتراح شوهنانا ما مطلوب اداة اتب كيف تختارين من ذن الادوات اي اداة عندش المجموعة الاولى ثلاثة المجموعة ثانية ثلاثة ستة وهو سبع عدوات مثلا انا اختارت why not why not وراها ورا why not شو اريد شو قلنا اريد base فعل مجرد زين اهنانا الفعل مجرد take a taxi اهنانا هاي جملة امرية بدت الفعل جملة امرية بدت الفعل ما طولها جملة امرية اذا اول كلمة هو الفعل why not take a taxi to the airport لماذا لا نأخذ تاكسي الى المطار تمام اذا take هو base مالتي وخليه نزلت الجملة كاملة لماذا لا نأخذ تاكسي الى المطار why not take a taxi to the airport هذا صار الاقترح اقترحنا انه نسوف اشيء انا نكمل